بسم الله الرحمن الرحيم شنه هي الخلية الجافة هي نوع من الخلايا القلفانية أو الخلايا الفولتية تعطيني فرق جهد مقدارة 1.5 فولت وتقولون تشوفونها على البطاريات اللي تشترونها من الجمعية شنه مكوناتها أكيد فيها كثود وفيها أنود راح تلاحظ أنها عبارة عن قطب من القرافيت هذا قطب من القرافيت أو الكربون هذا القطب يعتبر قطب خامل شنه يعني خامل يعني لا يشارك لا بأكسدة ولا باختزال إذن لو كان عندي قطب من القرافيت أو قطب من البلاتين هذين النوعين والأقطاب مستحيل يشاركون في الأكسدة ومستحيل يشاركون في الاختزال وظيفتهم بس أن يوصلون إلى الإلكترونات هذا كل شيء وبعد هذا القطب يعتبر هو الكثود والأنود هو نفس أسطوانة تشوفها هذه بنفسجية اللي قاعدة أشرلك عليها هذه أسطوانة من الخارصين هي عبارة عن الأنود اللي تصل عندها الأكسدة تلاحظوا هنا في عجينة هذا اللون الأصفر هذه عجينة العجينة هذه رطبة يعني فيها ماي وفيها هذه المركبات اللي تشوفها جدامك ونحن نمسكها واحد واحدة الحين بيين شنو أثرها ما بين العجينة هذه وما بين أسطوانة الخارصين هذه في بينهم نفس ما تقول ورق مسامي ورق مسامي وظيفته تشبه وظيفة الجسر الملحي في الخلية القلفانية طبعا لما قلنا لكم من الخارصين وهو الأنود منات الخارصين تحدث عندها عملية الأكسدة شنو الأكسدة اللي تصير تتأكسد ذرات الخارصين إلى كاتيونات الخارصين وتفقد ألكتروناتها انزين شلي ساعد هذا الموضوع تذكرون احنا كنا نقول ان نحط القطب في محلولة صح؟ هذا محلولة كاهو هذا محلول ألكتروليتي اللي هو كلوريد شنو الخارصين كلوريد الخارصين محطوط في معجون رطب يعني تقريبا في الماء فهو في حالة ايكيو في حالة المحلول إذن عندنا كاتيونات خارصين عشان تسمح بعملية الأكسدة عملية الخلزال شنو هي؟ هي العملية اللي تصير عند الكاثود تختزل كاتيونات الأمونيوم هذا اسمه كاتيون الأمونيوم شو يصير فيه؟ يكسب ألكترونين استاذ شنو السهم الأحمر؟ السهم الأحمر حبيبي لأن كتابك مو حاطين فيه أسهم شك والله لذلك أنا أحط الأسهم كلها بالأحمر عشان أنت تصححها في كتابك يعطيني شنو؟ يعطيني غاز الأمونيوم ويعطيني أيضا غاز الهيدروجين هذين نواتج عملية شنو؟ الاختزال تدري شن مشكلة؟ مشكلة هذا غاز وهذا غاز شي سوون؟ يلصقون هنا يلصقون على شنو؟ ايه يتراكمون على القضيب هذا لما يتراكمون على القضيب هذا يعزلونه عن باجي الخلية فتطفي البطارية بصير خلاص مو متواصلين هذول فما تنتقل لألكترونات ولا بطيخ عشان ننحل هذه المشكلة حطينا ثاني أكسيد المنجنيز هذا كاهو موجود في العجينة هنيوية الشباب يأكسد ثاني أكسيد المنجنيز غاز الهيدروجين الذي يتكون خلال اختزال الأمونيوم يمنع من التراكم لما يتفاعل مع ثاني أكسيد المنجنيز يعطيني ماء يعطيني ماء شون استفت من هذا؟ الماء عشان يرطب العجينة زيادة يا سلام يعني فايدتين هم منعت شنو؟ الهيدروجين من انه يتراكم على الكثود وأيضاً كونت ماء عشان أرطب العجينة زيادة هذا السؤال يكعلل يستخدم ثاني أكسيد المنجنيز في البطارية الجافة عشان كذا كذا إذن أنا لما أتكلم عن تفاعل الاختزال ما رح يكون هذا هو تفاعل الاختزال بروحة لا رح نجمعه أيضاً مع تفاعل الهيدروجين مع ثاني أكسيد المنجنيز بجمع المعادلتين رح يطلع لي تفاعل الاختزال هذا الطويل تعرفون تجمع المعادلتين صح تحطون كذلك ويساوي والذي تحطون بالنواتج متفاعلات بالمتفاعلات يعني مو سالفة طويلة ولاحظنا هنا رح تشطب الهيدروجين مع الهيدروجين صح فالموضوع جداً بسيط لكن لما يقولك شنو تفاعل الاختزال عند الكاثود في البطارية الجافة تقول له هذا الطويل سؤال سفري شلون تكمل هذي الدائرة يعني هذي دائرة مفتوحة ليش الخارصين نهايته وين هايته هني كاهو الكاثود اللي هو القرافيت كاهي نهايته شلون نسوي دائرة كاملة لما انت تركب البطارية هذي ها داخل اي جهاز تبيه مثلا الريموت كنترول رح يصير هني شنو المحرك اللي تحتاجه هذا هني الشي اللي تحتاجه تشغله حلو وراح توصله من هالصوب بقطعة معدنية ومن هالصوب قطعة معدنية وهذا كلام توصل البايراتفة تكمل الدائرة تنتقل الالكترونات وتقرم تشغل الريموت او تشغل السيارة اللعبة او تشغل اي شغلات يشتغل على البطارية ودي اقول لكم مسجل بس ادري راحت عليه شنو التفاعل النهائي اقول لها التفاعل النهائي للخلية بكبرها وهو تفاعل الاكسدة زائد تفاعل الاختزال رح محط تحتهم خط واجمعهم رح تنشطب الالكترونات مع بعض هني الالكترون والالكترون او اي شي ثان رح ينشطب اذا رح تطلع عندي المعادلة النهائية هذي نهي جمع معادلة الاكسدة مع معادلة الاختزال بس لحظة في مشكلة هني شفت هذا الحبيب طلع هذا رفيجة ايه والله طلعوا رابع رح يسوون مركب مناتر رح تغير السالفة شنو بيصير رح تفاعل هذه الكاتيونات مع الامونيا وتسوي مركب معقد هذا المركب المعقد ميزته انه يمنع الامونيا انها التراكم على منه؟ على قطب الكاثود مثل الهيدروجين وكان الهيدروجين التراكم حتى هذا التراكم فعشان هذا ميزته انه يمنع الامونيا التراكم لكن في عيب وعيب قوي تدري شنو؟ هذا اول شي قلنا لكم يسمونه مركب معقد من الامونيا والخارصين المصيبة ان هذا المركب ما يتفكك عرفت؟ هذا المركب ما يتفكك لا يمكن اعادة شحن البطارية الجافة ليش؟ لان حتى لو عطيتها كهرباء ما رح تقر تعكس التفاعل ليش؟ لان هذا الحبيب لن يتفكك فاذا تقول الاجابة بسبب تكون مركب خارصين امونيا معقد لا يمكن اعادة تفكيكه وبذلك لا يكون التفاعل انعكاسي او عكوسي او كيفك اخر شي بس ما بيطول عليكم هذا المعادلة النهائية كل اللي بسوي ان هذين الحبايب قلنا لكم صاروا رابع لذلك راح احطهم في مركب واحد يارب تكونوا استفدتوا والحمد الله رب العالمين